موسيقى 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 أنا السيد مخلص توهمي الساكين بحين نور عملت بمسيق سيدي اعتمان الزنقة 13 مكرر رقم 12 رقم العمارة 12 هذه العمارة شريت أنا شوقه في 2013 في البداية 2013 في الطابق الثاني صاحب العمارة المؤسسي لم يبقى له إلا المحلات التجارية بعد ثلاث سنوات قام باقتحام سطح العمارة جابوا واحد الإعلان اكتبوا الجيران وحطوا في السقوف مع الباب والسقوف دروش ديال العمارة ويقول لهم أنا واحد الشهرين أو ثلاث شهر سيبني لكاتريام إطاج فإذا به مع العلم أن هذا الملك اللي هو سطح العمارة هو مكعب الهوائي اللي هو سطح العمارة هو ملك مشترك لجميع ملك الشقق السيد من اللي تفاجأت بهذا الإعلان مشيت كنعمل ليه واحد تعرض قانوني مشيت عم كتبت تعرض لمقاطعة سيد اعتمال مع الإشعار بالتوصل وكتبت واحد يعني واحد تعرض للمجلس المدينة كذلك بإشعار بالتوصل في شهر خمسة نهار 16 خمسة 2016 فإذا بإشعار السيد كنت تفاجأه في واحد ثمانية 2016 من بعد واحد شهرين أو ثلاث شهر جاء وناد كيري يبدك الأسوار السطح وجاء معه الأشغال العمال دي البناء وناد كيبني لكاتريام إطاج وقفته أنا مباشرة أنا والزوجة ديالي هات السيدة ذات كارفص علينا بالسبان والمعيور هو العمال دياله بعض العمال دياله تقدمت عدة شكايات ما كينوالو تقدمت بعيدة تذاكير ما كينوالو تقدمت بعيدة مآلات ديال الشكايات الأولى ما كينوالو هات السيد هذا طاغية كيتميلي مؤخرا هات السيد هذا اللي هو بتحملينا هات سطح العمارة ودالينا الملك دينا يعني غصباً وعدواناً تبيلي بأنه مؤخراً جدلاً ما كيتكلموش على هذا الموضوع هذا يعني أرضاهم وجاتني الخبار بأنه أرضاهم واحد اللي قدر من اللي طالبته أنا بحقي قال لي هات السيد هذا قال لي غتكتب لي واحد ديزيستمون يعني تنازل على الحق ديالك وغتقالي زيه ليه وتجيبه ليه باش تبقى ساكن في ديك الدار سالم غانم وإلا غدي تشوف شي حاجة ما لا يحمد عقبه هات السيد هذا تفاجأت مؤخراً كيدر لي مضايقات من طرف الجيلة اللي كاري ليهم هو أشكري في دوك الشقق كاري هات الشقق اللي هما سدتين خرجهم من المحلات التجارية هما دوك اللي سوبونت اللي تبعي المحلات التجارية ردهم هوا سكنات 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 وعندهم باب متصل بباب العمارة هات الشقققين ماليهم قباح وزاد رشاهم أو كيسمح ليهم في الكرة أو ما شابه وبتزني باش كيفاش تبتزاز الناد كيدراب ليه واحد السيدة كيدراب ليه للمراد يالي تكرفش لي على المراد يالي دخلت المراد يالي لزيرجونس عندها سيرتيفكة ميديكال فيها تقدمنا للسلطات دي الأمن كيعملون هنا واحد المحضر الاستماع هاتش ما كان منواله لحد الآن ما عرفناش لمصير دي الديك الشيكاية هات السيدة هاتي شدت لي الخدمة ديالي واحتجتها دخلتها عند الشقة وشدتها وتكرفست تكرفست عليها مزيان وكتقول لي أنا عندي الغراد بالسيدة ماجدة اللي هي جارتي كخسنين نعطيها ونواطيها ونعطيها فش قف حتي يوقف فإذا بهذا لي ابتزاز من طرف الجيلة اللي يكرر ليهم أنا واحد لو قتاء شهر خرجت الحويجة ديالي كمشي لمحل تجاري ديالي شاريه أنا كمشي كنسكن فيه بحضور وحد العدد ديال الحرة سليليين دبا من هذا المنبر وأنا في مكتب شوف تيفي الله يجزي بخير الناس دوي القانون اللي في هذه البلاد وحارسين على القانون وكيحبوا سيدنا سيد محمد السادس الله ينصرك والله يعزك ما دوم تحين كان طالبوا الناس من العمالة اللي هو السيد الوالي السيد الرئيس الدائرة السيد الرئيس مقاطعة سيد اعتمان السيد القائد الملحق الإدارية اللي هي السلطة المحلية يجيوا ويشوفوا هات الشقة ديالي اللي أنا محتجوا دير الاحتجاج قانوني اللي كيخولوا لي الدستور والله ينصر سيدنا اللي حط الدستور اشتركوا في القناة